ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مع سفير مملكة النرويج توماس ليدبول الوضع الإنساني المتردي في الجنوب بسبب تداعيات الأزم الاقتصادية وجدد الزبيدي موقف المجلس الانتقالي الداعم لحكومة المناصفة وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ونوه الزبيدي إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته في عملية تأمين خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن